بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي نختتم ما تحدثنا حول درس الشغل والطاقة تعرفنا في البداية طالب وطالبتي أن الشغل وعبارة عن القوة اللازمة لتحريك جسم مسافة معينة وعرفنا أن الشغل طالبي وطالبتي يقاس بوحده وهي وحدة نيوتن ضرب متر أو ما نسميها بوحدة الجول كذلك طالبي وطالبتي استكشفنا وعرفنا أن الشغل بإمكاننا إيجاده وذلك بضرب القوة في المسافة اللازمة لتحريك ذلك الجسم ثم بعد ذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على أشكال الطاقة كان من أشكال الطاقة طالبي وطالبتي طاقة الوضع وكذلك طاقة الحركة ولدينا أمثلة متعددة لهذه الأنواع فمن أمثلة طاقة الوضع والطاقة النووية للذرات والجزيئات أو لأنوية الذرات والجزيئات كذلك الطاقة الكيميائية في العلاقة ما بين روابط تلك الذرات والجزيئات وكذلك الطاقة المغناطسية أما بالنسبة للطاقة الحركية فلدينا كذلك أمثلة متنوعة منها طاقة الحرارة والضوء وغيرها من أنواع الطاقة اليوم بإذن الله سوف نتحدث طالبي وطالبتي عن موضوع أهم جدا وهو كيف يمكن أن نستكشف هذه الطاقة وكيف يمكن أن نتعرف عليها لنشاهد عنوان درسنا لهذا اليوم طالبي وطالبتي وهو كيف تتحول الطاقة كيف يمكن للطاقة أن تتحول من شكل إلى شكل آخر في البداية طالبي وطالبتي نعود للخلف قليلا لنقوم بحل الواجب والذي قمنا بإعطائكم إياه في ختام درسنا في الحصة الماضية كان عنوان الواجب طالبي وطالبتي ما أشكال الطاقة؟ تعرفنا على الطاقة وتعرفنا على أن للطاقة أشكال محددة وكذلك متنوعة إذن حتى ننطلق في درسنا لهذا اليوم وهو تحويل الطاقة لا بد أن نتعرف أولا على أشكال الطاقة التي تعرفنا عليها في درسنا الماضي إذن ما هي أشكال الطاقة والتي تعرفنا عليها في درسنا السابق؟ أحسنتم رائعون إذن من أشكال الطاقة طالبي وطالبتي قد تكون الطاقة طاقة وضع وقد تكون تلك الطاقة طاقة حركة لنبدأ بطاقة الوضع طالبي وطالبتي لدينا أنواع متعددة لهذه الطاقة الطاقة النووية تمثل أحد أنواع طاقة الوضع وفيها تكون داخل أنوية الذرات العناصر كذلك الطاقة الكيميائية تعتبر كذلك من أنواع طاقة الوضع وذلك في الروابط بين جزئات تلك أو ذلك العنصر أو ذلك المركب وأخيرا من أشكال طاقة الوضع الطاقة أو الطاقة المغناطيسية فالطاقة المغناطيسية هي تعتبر أحد أشكال طاقة الوضع أما بالنسبة لطاقة الحركة طالبي وطالبتي فلها أشكال متنوعة من أمثلة هذه الأشكال هو أو هي الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية تعتبر أحد أنواع طاقة الحركة وذلك بحركة الجزيئات والجسيمات بداخل تلك المادة عندما ترتفع مثلا درجة الحرارة إضافة إلى ذلك الطاقة الكهربائية وسوف نتعرف عليها بن الله تعالى مستقبلا وهي التي تتحكم في حركة الإلكترونات وكذلك طالب وطالبتي طاقة الصوت والضوء والتي تحتوي على جسيمات سواء كانت جسيمات صوتية أو حتى موجات كهروضوئية أو كهرو مغناطيسية فبالتالي هذه ما نسميها بطاقة الصوت وكذلك الضوء إذن هذه أنواع الطاقة الحركية وكذلك أنواع طاقة الوضع قبل ذلك طالب وطالبتي تعرفنا على أن لدينا قانون بإمكاننا به إيجاد شغل جسم ما إذن كيف يمكن حساب الشغل لهذا الجسم؟ أحسنتم رائعون إذن بإمكاننا حساب الشغل وذلك بضرب القوة ضرب المسافة المقطوعة باتجاه القوة وهذا سوف يعطينا طالبي وطالبتي الشغل تعرفنا على أن الشغل يقاس بوحدة نيوتن مأخوذة من القوة ومتر مأخوذة من المسافة المقطوعة باتجاه القوة لتكون وحدة الشغل هي نيوتن ضرب متر أو ما نسميها بالجول كذلك طالب وطالبتي تعرفنا على أن الشغل كما ذكرنا قبل قليل هو عبارة عن المسافة أو القوة المبذولة لتحريك جسم مسافة معينة القوة اللازمة لأن نقوم بتحريك جسم مسافة معينة هذا ما نسميه بالشغل اليوم بإذن الله سوف نقرأ ونتعلم المزيد لنحاول أن نجيب عن هذا السؤال الأساسي ما العلاقة بين الطاقة وكذلك الشغل تحولات الطاقة في درسنا اليوم سوف تجيب لنا لبعض ما نتحدث حول ذلك السؤال ما بين العلاقة في الشغل وكذلك الطاقة لدينا كذلك عدد من المفردات سبق وأن تعرفنا على بعضها فمن أمثلة المفردات التي تعرفنا عليها سابقا الشغل كذلك الطاقة طاقة الوضع وطاقة الحركة اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن قانون حفظ الطاقة قانون حفظ الطاقة كيف يمكن أن يحدث هذا القانون وما هو علاقته بتحولات الطاقة في درسنا لهذا اليوم عبر مهارة القراءة طالبي وطالبتي نستطيع أن نقوم بعملية الاستنتاج لنضع طالبي وطالبتي ما نعرفه ثم ما نريد أن نعرفه ثم نستنتج ذلك مثلا عندما نتحدث عن أنواع الطاقة ثم بعد ذلك ما العلاقة بين هذه الأنواع ثم نستنتج كيف يمكن للطاقة أن تتحول من شكل إلى شكل آخر لننطلق ونشاهد أمامنا طالبي وطالبتي عنوان درسنا كيف تتحول الطاقة عندما تسقط هذه الكرة طالبي وطالبتي من ارتفاع ما سوف تكتسب طاقة حركية في الوقت نفسه وتفقد بذلك الطاقة الكامنة عندما كانت في أعلى تلك القمة من هذه المشاهدات وكذلك من تجارب كثيرة تحصل لدينا في حياتنا اليومية كالتجارب العلمية الدقيقة وأمثالها وجد العلماء أن هذه الطاقة كانت في طاقة وضع ثم تحركت إلى طاقة حركة كالكرة كانت في طاقة ونسميها بطاقة الوضع أثناء الارتفاع ثم تحولت إلى طاقة حركية عندما هبطت أو نزلت إلى أسفل تتحول هذه الطاقة طالبي وطالبتي من شكل إلى شكل آخر دون أن يفقد منها شيء في أثناء ذلك التحول فهذه الكرة تحولت من طاقة الوضع إلى طاقة الحركة دون أن تفقد شيئا من هذه الطاقة وبالتالي الطاقة كما توصل العلماء أنها لا تفنى ولا تستحدث من العدم إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الطاقة بإمكانها أن تتحول من شكل إلى آخر إذن هذا ما نسميه طالبي وطالبتي بقانون حفظ الطاقة قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم إلا بقدرة الله تعالى ولكنها تتحول من شكل إلى شكل آخر كالكرة قبل قليل تحولت من شكل طاقة الوضع إلى شكل آخر وهو طاقة الحركة وبالتالي هذه الطاقة أو قانون حفظ الطاقة يقول أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث كذلك لا تستحدث ولا تتكون من جديد من العدم وإنما هي تتحول من شكل إلى شكل آخر ويكشف لنا هذا القانون طالبي وطالبتي وهو قانون حفظ الطاقة بعض ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم وهذا الفضاء الشاسع ما بين علاقة انتقال الطاقة من شكل إلى شكل آخر وذلك من إسرار وحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الكبير حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء مخلوق بتقدير وبحكمة فالإنسان عاجز على أن يقوم باستحداث تلك الطاقة وإنما يستطيع أن يحول الطاقة من شكل إلى آخر أو حتى لا يستطيع الإنسان أن يقوم بزيادتها كما أنه عاجز عن إفناء تلك الطاقة فذلك ما تفرد به الحق سبحانه وتعالى تحولات الطاقة طالبي وطالبتي تحدث في حياتنا اليومية إذ يحدث تحول الطاقة كما كلما استعملناه في عملية إنجاز شغل إذن هذه التحولات للطاقة تحدث عندما نقوم ببذل شغل لذلك الجسم فمثلا فطاقة الماء الحركية أو الطاقة الناتجة من الماء الحركية سوف تحرك المولدات وبالتالي تحولها من طاقة حركية إلى طاقة كهربائية ذلك يكون طالبي وطالبتي عبر السدود التي تبنى عندما تبنى تلك السدود يكون هناك مولدات تقوم بتحويل حركة الماء عند خروجه إلى طاقة كهربائية إذن تحولت من طاقة حركية إلى طاقة كهربائية دون أن تفقد تلك الكمية من الطاقة هذا أحد الأمثلة لتحولات الطاقة تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية في الفرن الكهربائي إذن كذلك لدينا مثال آخر لتحولات الطاقة عندما نستخدم الفرن الكهربائي في المنزل نشاهد أنه يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الخارجة من ذلك المقبس ثم تتحول بذلك إلى طاقة حرارية داخل ذلك الفرن وبالتالي هنا تحول آخر أو مثال آخر لتحولات الطاقة كما تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية عندما نقوم بخبز العجين تذكرون أن خبز العجين يحتاج عمليات كيميائية تحدث داخل ذلك العجين وبالتالي تتحول الطاقة الحرارية عندما نترك ذلك العجين فترة محددة خارج التبريد وسوف يحدث نالك تفاعلات كيميائية يتكون بذلك طالبي وطالبتي تلك الخميرة التي تساعد في خبز العجين ومساعدته أو تساعدنا في إدخاله الفرن والاستفادة منه وتتحول كما ذكرنا لكم بدورها في الجسم بعد تناول الخبز إلى طاقة حركية في أثناء مثلا قذف الكرة إذن تتحول من طاقة حرارية إلى طاقة كيميائية عند عملية تكوين ذلك أو تكوين الخميرة ثم تتحول عندما نأكل ذلك الخبز إلى طاقة حركية يستفيد منها الجسم أثناء عملية أو أثناء انتقاله في حياته اليومية إذن هذا يعتبر تحول للطاقة وهناك أمثلة كثيرة متنوعة في حياتنا اليومية تتم عبر تحولات الطاقة شاهد معي طالبي وطالبتي هذه الصورة تشاهد أن الطاقة تتحول هذه الطاقة الحركية عبر الدوران هذه الآلة لكي تقوم بتحويلها إلى طاقة حرارية هذه الطاقة الحرارية سببت عملية الاحتكاك وهذا الاحتكاك ساعد في عملية قص ذلك الفلزة والمعدل إذن هناك استفادة كبيرة جدا من تحولات الطاقة وذكرنا أن هذه التحولات تحدث في جميع أنواع الطاقة بالاستثناء لتتحول من شكل إلى شكل آخر الطاقة أحيانا قد تؤدي شغلا غير مرغوب فيه فبعض أنواع الطاقة قد ينتج شغلا لا نستفيد منه ويحدث هذا غالبا عندما يكون هناك احتكاك كما شاهدنا في الصورة السابقة ففي مثلا السدود سوف يسبب الاحتكاك في هذه التوربينات عندما تخرج الطاقة أو عندما تخرج المياه من هذه المولدات الاحتكاك سوف يولد بعض أو هذه الطاقة الحركية سوف تولد طاقة حرارية وهذه الطاقة الحرارية ربما تقوم بتلف بعض الأجزاء الكهربائية لهذه المولدات وبالتالي قد يسبب تلفا للتوربينات الموجودة في تلك السدود وهذه تعتبر أحد أشكال الطاقة أو أحد النواتج من هذه الطاقة والتي أنتجت لنا شغلا وهذا الشغل يكون غير مرغوب فيه فبالتالي لدينا هناك تحولات للطاقة هذا الشغل الغير مرغوب فيه سوف يخفض من كمية الطاقة نشاهد معا كما تشاهد أن طاقة الوضع في المياه الساقطة في هذه السدود يمكن أن تتحول كما ذكرنا لكم إلى طاقة كهربائية من طاقة حركية إلى طاقة كهربائية ليستفيد منها الإنسان تحدثنا اليوم طالبي وطالبتي عن قانون وهذا القانون نسميه بقانون حفظ الطاقة ما نص ذلك القانون طالبي وطالبتي؟ أحسنتم إذن نص القانون يقول أن الطاقة أو قانون حفظ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من شكل إلى آخر عبر سؤال الاستنتاج طالبي وطالبتي عند سقوط كرة من ارتفاع ما لا ترتد إلى الارتفاع نفسه الذي سقطت منه كيف هذا يمكننا أن نحققه في هذا القانون وهو قانون حفظ الطاقة؟ أحسنتم سوف ينقص جزء من هذه الطاقة إذ أن الكرة الساقطة من ارتفاع معين لا ترتد إلى الارتفاع نفسه وذلك لأن جزءا من طاقة الحركة فيها تحولت بذلك إلى طاقة حرارية وطاقة صوتية بسبب ذلك الاحتكاث فبالتالي فإن مجموعة الطاقة الحركية المتبقية أثناء الارتداد وكذلك الطاقة الصوتية والحرارية سوف تتساوى مع طاقة الوضع لحظة سقوط تلك القرى ننطلق بعد ذلك للسؤال التالي والذي يقيس مهارة التفكير الناقد كيف يمكن للطاقة الحرارية في الفرن أن تنتج شغلا مطلوبا في إنجازه وكذلك شغلا غير مطلوب أحسنتم رائعون يكون ذلك عندما نستعمل ذلك الفرن في إعداد الخبز وهذا يعتبر شغل مرغوب فيه أما مثلا في فصل الصيف قد يؤدي ذلك الارتفاع درجة الحرارة مما يصبح الجو المنزل الحار وهذا يعتبر شغل غير مرغوب فيه نظرا لارتفاع درجة حرارة المنزل لننطلق بعد ذلك إلى مراجعة الدرس تحدثنا في البداية عن الشغل ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث حول الطاقة ثم أخيرا في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على تحولات الطاقة وكذلك قانون حفظ الطاقة بإمكانك الاستفادة من هذا الملخص المصور حتى تقوم بإعداد هذه المطوية وبالتالي تستطيع أن تقوم باستخدام مهارتك في الرسم مهارتك في التصميم حتى تستطيع أن تقوم بتصميم هذه المطوية لنبدأ ونحل الأسئلة عبر أفكر وأتحدث وأكتب نبدأ بالسؤال الأول وهو يقيس مهارة المفردات الطاقة الناتجة عن حركة الجسم ماذا تسمى؟ أحسنتم بالتأكيد نسميها بطاقة الحركة ننطلق للسؤال التالي وهو سؤال استنتج متى تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة صوتية؟ أحسنتم رائعون تتحول الطاقة الحركية إذا طاقة صوتية مثلا عندما أصفق بيدي فالطاقة ذكرنا أنها لا تفنى ولا تستحدث لكنها تتحول من شكل إلى آخر نستنتج أنها تحولت الطاقة الحركية للطاقة صوتية عند عملية الاستداء ننطلق بعد ذلك للسؤال التالي وهو سؤال التفكير الناقل لدينا هذه الصورة وهذه الصورة تشير إلى بندول الساعة ما تحولات الطاقة التي تحدث في أثناء حركة هذا البندول أو بندول الساعة؟ أحسنتم رائعون إذن أثناء الحركة للبندول أو نجد أن البندول أكبر طاقة وضع عندما يكون في أعلى موقع في أثناء تأرجحه كهذه الصورة أمامك ويتحول معظم هذه الطاقة إلى طاقة حركية عندما يبدأ بعملية الانتقال ليخفض من موقعه وموقع جسمه ننطلق إلى السؤال التالي وهو اختيار الإجابة الصحيحة في أثناء سقوط كرة من ارتفاع ما تكتسب طاقة ما هي الطاقة التي تكتسبها؟ هل هي كيميائية أم حركية أم ضوئية أم طاقة وضع؟ أحسنتم إذن بالتأكيد هي تكتسب طاقة حركية ننطلق للسؤال التالي بنفس الطريقة يقاس كل من الشغل والطاقة بوحدة ما هي الوحدة التي يقاس بها الشغل والطاقة؟ ألف نيوتن باء جول جيم نيوتن لكل متر دان نيوتن ضرب متر لكل ثانية أحسنتم بالتأكيد هي الإجابة الجول وهي وحدة قياس الشغل لننطلق للسؤال الأساسي ما العلاقة بين الشغل والطاقة؟ أحسنتم رائعون إذن نقول أن الطاقة هي المقدرة على إنجاز ذلك الشغل لذلك لإنجاز الشغل نحتاج إلى طاقة وبالتالي شغل مقياس الطاقة التي تستخدم في إنجاز عمل ما في ختام درسنا طالبي وطالبتي لدينا رابط ما بين العلوم والكتابة وكذلك العلوم والرياضيات بالنسبة لعلوم الكتابة بإمكانك أن تكتب كتابة نصفية لتبين أن الشمس مصدرا للطاقة وتبحث عن إمكانية استعمال الإنسان للطاقة الشمسية في حياته حتى يقوم بإنجاز أعماله وتدون ذلك حتى تريها معلمك أو معلمتك العلوم الرياضيات حساب الشغل يحمل مصعد كهربائي كتلة وزنها 200 نيوتن ومسافة 10 متر يبدل الشغلا ضد قوة الاحتكاق قدره 1000 جول إذن ما مقدار الشغل الذي ينجزه ذلك المصعد بإمكانك الاستعانة بقانون الشغل والذي يقول الشغل هو يساوي القوة ضرب المسافة التي يقطعها ذلك الجسم إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر